الحديث الثالث والستون بعد الماء باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ يعني ينفخ فيه؟ لما يضرب إيده في الأرض ينفخ في إيه؟ ولا لا ينفخ؟ هذا أمر مهم جداً هل ينفخ أم لا ينفخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه أما تذكر أننا كنا في سفر؟ عمار بيكلم عمر بيقوله تذكر لما كنا في السفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إنما كان يكفيك هذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسع بها وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر معروف طبعاً رضي الله تعالى عنه هو أبو يقضان عمار بن ياسر وهو من الذين تشتاق لهم الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تشتاق لثلاث منهم عمار عمار وهم من أكثر الناس صبراً رأى أمه وأبوه لتنين وهما يقتلان بعد تعذيب شديد من الجهول الجاهل أبو جه رضي الله تعالى عنه وعمر عمراً طويلاً عمر طويل يعني آه تقريباً فؤل لاثنين وتسئين سنة رضي الله تعالى عنه تلاتة 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 وتسئين سنة وعمر الكوفة كما تقول نعم في أهد عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث الذي ذكره البخاري إن رجل قال لعمر رضي الله عنه ربما نمكث الشهر والشهرين تصيبنا الجنابة يعني ليه سبب ولا ماء ثمت تيمم أفن تيمم ما فيش عندنا ماء أنا تيمم لذلك بنقعد الشهر والشهرين ما عندهم شي ماء معنى كده أن عندهم ماء قليل للإيه للشرب لأن من غير ماء يموت وده بالضبط زي حديث أبو غريرة اللي ذكره الموطأ وغيره إن نركب البحر ومعنا ماء فماذا نفعل إن شربنا هذا الماء وتوضأنا منه لم يبقى منه ماء لنشرب وماء البحر ملح ماذا نفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو الطهور ماءه ورح مزود له كمان سؤال ربما لم يطرع على ذهنه الآن فأجابه إجابة شاملة شافية كافية قال هو الطهور ماءه الحل ميتته طيب هو ما سألش على على السمك الميت لكن لنبي أجابه لأنها يطرق إلى ذهنه بعد إيه؟ بعد قليل هذا السؤال وعشان كده العلماء لما بيتيجي لسأله سؤال إجابة إجابة بتوسع الناس يقول لك المشاكل بيتكلمه كتير أو بيتكلمه كتير في الخير في الخير بس عشان يفهمه لأنه مش فاهم حتى سؤاله سؤاله منقوص فلابد أن يعني يتوقع حتى ما لم يسأله ويخبره به قال ربما نمكث الشهر والشهرين تصيبنا الجنابة ولا ماء ثمة يعني هناك أفنت يمم قال له عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء كان يمسك على الصلاة لحد ما يأتي الماء قال له عمار أما تذكر أن كنا في سفر أي ما تذكر أن كنا طبعا معنا كذا مش عمر يقود الشهر والشهرين لا يعني بعض الفرائد كذا وبعدين كذا يصليها يعني ما تذكر أن كنا معا في سفر فأصابتنا جنابة وليس معنا ماء فأدركتنا الصلاة ولم نجد ما نغتسل به فاختلفنا عمار اختلف مع مين مع عمر فيما نفعل إزاء الصلاة فأما أنت يا عمر فلم تصلي لأنك لم تجد ماء تتطهر به من الجنابة وأما أنا فتمعكته يعني هداني الله تعالى إلى عمل آخر بيقوم مقام الغسل وهو إيه التيمم لكن هو في ذلك الوقت التيمم ما كانش يفهمه ما كانش عارفه فعمل إيه فخلع ثيابه ومرغ جسده كله فين في التراب لأن الغسل أصله تعميم الجسد بالإيه فهو عمم جسده بالإيه بالتراب رضي الله تعالى عنه هذا يذل على حرصهم على الطهارة وحرصهم على يعني طاعة ربنا سبحانه وتعالى والتأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمم المغتسل جسمه بالماء هو ظن كذا أنه بيجب كذلك أن يعمم جسده بالإيه بالتراب وهذا عمل باجتهاده هو لعدم وجود نص شرعي في التيمم اشتهد رأيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا يكفيك أن تختصر على هذه الكيفية التي أبينها لك عمليا فضرب بكفيه الأرض فنفق فيهما نفق في كفيه تخفيف للتراب الذي علق بهما ثم مسعى بهما وجهه وكفيه إلى الكوعين إلى الكوعين استفد منه للتيمم برضو ضربة إيه واحدة فقط للوجه والكفين وقلنا ده مذهب أحمد وغيره وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه لاثنين بعضهم قالوا إن التيمم بأكثر من ضربة كما ذكرنا في الحديث الأول وربنا سبحانه وتعالى قال فامسحه بوجوهكم وأيديكم منها مش منهما منها من إيه من الضربة واحدة مظبوط ولا إيه ها ضربة واحدة لم يذكر عدد ربنا سبحانه وتعالى فاللي يضرب واحدة ماشي الحال يضرب اتنين إيه ماشي الحال كما قلنا كما قلنا خروجا من الإيه من الخلاف خروجا من الخلاف الأمر الثاني النفق في الكفين بعد ضربهم بالأرض سنة مستحبة عشان يخفف الطراب الإيه الذي علق بهما الحكمة فيه إزالة التلوث عن الوجه والكفين خشت أن يعلق بهما شيء يصيب الإيه يصيب وجه الإنسان وذلك من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمر